موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا يا شابه النهاردة هنتكلم عن الاسهال البني او مرض البوليستريديا في الدواجن المرض اللي ما زلنا لم نستطيع وتقريبا لن نستطيع التخلص منه حتى لما اخترعنا البطاريات قدرنا نتخلص من الكوكسيديا وما قدرناش نتخلص من الكوليستريديا طيب الكوليستريديا باختصار بكتيريا لاهوائية تعيش داخل امعاء الطيور يعني هي موجودة بالفعل لكن لما المناعة بتقل او بيحصل اجهاد على الفراخ هي بتجد فرصة ان هي تنشط فانت مش معنى ان انت حطت جرعة موضات حيوي للكوليستريديا ان انت قضيت عليها 100% انت لما بتموت الكوليستريديا انت بتنزلها للحد الذي لا يمرض لكن هي بتظل لموجودة داخل امعاء وتتكاثر وتتعايش مع البكتيريا النافعة للحد الذي لا يسمح لها بزيادة النافئ او بنقص الاوزان الاستريديا ليها كذا شكل الشكل الاول اللي هو بيصيب الكبد كولينجيوهيباطايتس والشكل التاني بيصيب الجلد جانجرينس درماطايتس والشكل التالت بيصيب الامعاء نيكروتوك انترايتس كل شكل بيبقى وفيه كمان الالسريتيف انترايتس فيه لكل شكل صفة تشريحية هنزل لحضرتك صور التشريح على الشاشة لكن فيه شكل اللي بقى بنسميه بيتيوليزم اللي هو الكوليستريديا بيتيولينا النوع ده من البكتيريا بتفر السموم فالشكل الظاهري لها مميز وكلنا ويمكن اكيد شفناه فيش حد ربه دواجن تسمين الا ما تلاقيه بيلاحظ الشكل ده النوع ده من الكوليستريديا بيعمل السموم بتصيب الاعصاب وخصوصا منطقة الرقبة والاطراف عند الرجل تلاقي الفرخة قعدة بركة في الارض مش قادرة توقف على رجليها مدى رجليها الورى رقبتها بترعش يعني مدى رقبتها لقدام سيحة قبل ما تموت بلغة المربيين الفرخة سيحة تيجي تحطها بره في الهوى خلاص انت اعتقدت انها بتموت تيجي تشيل الفرخة دي وتحطها في الهوى نص ساعة تلاقيها فائت طب ايه اللي حصل وليه بتفوق مع زيادة الاكسوجين ده اللي انا قلته في الاول ان الكوليستريديا بكتيريا لاهوائية فاذا تعرض الفرخ للأكسوجين يقل نشاطه طيب ده الشكل اللي هو كلنا ممكن نشوفه في المزارع الشكل التاني اللي هو الشكل تشريحي هيبان لحضرتك على الشاشة الشكل التالت اللي هو برضو بيعمل تهتك في جدار الامعاء وبيقلل من معدل التحويل وبيسبب برضو اسهال بني الشكل الرابع جانجريناس درماطايتس وفي ناس كتيرة مش واخدة بالها من انديكوليستريديا بيصيب منطقة الجناح ومنطقة الراس والجلد عمتا صور كتير لما هتشوفها على الشاشة هتقول يا سلام بقى دي كوليستريديا يعني انت ممكن تكون شفتها وما اخدتش بالك ان دي كوليستريديا طيب كل دي اشكال للكوليستريديا وده ما يهمناش قوي كمربيين يهمنا العلاج او الوقاية الوقاية هو ان حضرتك تقلل على قد ما تقدر الكوكسيديا والرطوبة في الفرشة وتزود التهوية على قد ما تقدر وما تعرضش الفراخ للاجهاد خصوصا الاجهاد الحراري يعني دايما الاجهاد الحراري يتبعه كوليستريديا اي اصابة فيروسية طبعا المناعة بتضعف وبالتالي مناعة ضعفة يبقى البكتيريا بتنشط بنسمي النشاط البكتيري بعد الاصابة فيروسية السكندري بكتيريا الانفكشن الاصابة البكتيرية السنوية بتيجي دايما بعد الاصابة الفيروسية لو تتذكروا كنت قلت لحضراتكم قبل كده المناعة بتقه من البكتيريا لكن لا تقه من الفيروسات اللي بيقه من الفيروسات هي التحصينات ممكن فراخك تبقى منعاتها عالية جدا ومع ذلك تنضرب بفيروس لكن الفراخ لو منعاتها عالية جدا البكتيريا ما تنشطش وهو ده دورك او دورنا ان احنا نقلل نشاط البكتيري من خلال ان احنا نرفع المناعات طب ارفع المناعات ازاي الوسط اللي الفراخ عايش فيه من حرارة ورطوبة وانشارة المناخ اللي الفراخ عايشة فيه طول ما هو مناخ سليم لا يجهد الفراخ هو ده 90% من المناعة يعني المناخ الجميل الجو الكويس العلف السليم اللي ما فيهوش سموم وهكذا هي دي محصلة الكلام ده محصلة شغلك بترتفع المناعة فيتقل النشاط البكتيري فما تلاحظش بقى في الدورة دي لكوليستريديا ولا إيكولاي ولو عدت بسلام من غير إصابة فيروسية تلاقي معدل تحويل عالي جدا ومكسب ما شاء الله العلاج ايه بقى؟ العلاج في حالة الكوليستريديا بيكون نوع من أحد الأنواع اللي هنزلها للسيادتك على الشاشة لأن بيسلين على رأسهم هو والأموكسي لينك وميسين شغال بعد كده بيجي في المرتبة التانية التتراسيكلينات برضو بتشتغل وبتأثر على الكوليستريديا المرتبة التالتة بعد كده تأثيرها بيكون ضعيف لكن برضو بتشتغل على البكتيريا الموجبة زي التيلوزين والإيريسروميسين مع أنه هو تنفسي احنا كلنا عارفيني أن التيلوزين تنفسي والإيريسرو تنفسي وسبيراميسين تنفسي بدي مجموعة اسمها مجموعة الماكورليد مجموعة المايكوبلازمان لكن هي بتأثر برضو على البكتيريا الموجبة طبعا الكوليستريديا نوع من أنواع البكتيريا الموجبة فبتشتغل عليها برضو لكن ما هواش الاختيار الأول الاختيار الأول الأمبسلين والأموكسي واللينكوميسين بالإضافة للمضاد الحيوي يفضل أنك تحط كمان مضاد سموم لأن الكوليستريديا زي ما قلتلك بتعمل سموم أثناء تواجدها داخل جسم الفراخ والنافئ غالبا بيكون من السموم فيفضل أنك تعالج وما تنساش تحط مضاد سموم كده نكون لخصنا إلى حد ما مشكلة الكوليستريديا في دواج التسمين طبعا أكيد في حاجات أنا نسيتها اللي عنده أي سؤال يكتب لنا في التعليقات سؤاله وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم ويارب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال كان معكم سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته